موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام طبعا نتوقف إن شاء الله لدقائق مع نافذة النور ونافذتنا لهذا اليوم تطل على ضعف المهارات اللغوية للأطفال وعلاجها إن شاء الله رح نتعرف عن هذا الموضوع الخاص بأطفال التوحد مع الاستشارية مريم جبار موسيقى السلام عليكم حياكم الله استكمال اللي ما تم عرضه في الحلقات السابقة عن الطراب طيف التوحد اليوم رح نتكلم عن مجموعة من الأسئلة ممكن يسألها أو تتوارد في أذهان أولياء الأمور أول سؤال هل كل طفل لديه تأخر لغوي هو طفل توحدي؟ الجواب على الرغم من أنه أطفال توحد ممكن يكون عدهم تأخر في المهارات اللغوية من نوعيها اللغة الاستقبالية اللي هي فهم الكلمات العفو فهم الكلام أو اللغة مثل تنفيذ الأوامر البسيطة يعني من تقولين للطفل روح تعال انطيني هاك أخذ أطفال التوحد ممكن يكون عدهم هاي القدرات بها قصور أو ضعف في تنفيذ الأوامر ضعف في فهم الكلمات المستعارة أو ضعف في فهم الجمل أضافة إلى ممكن يكون عدهم ضعف بعض أطفال التوحد ممكن يكون عدهم ضعف في النوع الثاني من المهارات اللغوية اللي هي اللغة الاستقبالية وأن يكون يعني أما لحصل اللغوية تكون عدهم ضعيفة أو تكون معجومة يأما تكون مثلا عندها كلمات بسيطة ما تتعدى بابا ماما أو تكون نهائيا ما عدهم حصيلة لغوية أو يكون عدهم مشاكل في المهارة اللغوية التعبيرية مثلا عدهم مصادات مثلا ما يكونون جمل ما يكونون عبارات اللغة عدهم تكون غير موظفة وإن يكون عدهم حصيلة لغوية لكن ما يستطيعون أن يوظفوها في المواقف الطبيعية مثلا يعرف مثلا هو الألوان مثلا يعرف أنه يقول بابا وعندها هذه لكن ما يستخدمها أو ينطقها على الأب أو مثلا عنده يوار حصيلة لغوية مع الماما بس ما يوظفها ويصح الأم ماما إلى آخره من المشاكل في اللغة التعبيرية واللغة الاستقبالية هذا يعني أنه ليس كل طفل لديه تأخر معناها أنه هو طفل توحدي إلا إذا اجتمعت مع بقية الأعراض وخصوصا قصور في التفاعل الاجتماعي وسلوكيات النمطية التكرارية أضافت إلى أعراض التوحد الأخرى السؤال الثاني اللي ممكن يتوارد فيه أثهان أولياء الأمور هو شون أبدي التدخل شون أبدي الخطة العلاجية للطفل التوحدي إذا تذكرون إحنا قلنا ماكو في الدواء معين ممكن يعاني للطفل التوحدي هو فقط التدريبات هنا شون راح أبدي التدريبات شون راح أبدي بالخطة شون راح أبدي أخلي الطفل يمشو ياير أو يتطور أول خطوة أنا المفروض ملاحظة الطفل رازد سلوكياته رازد معززاته لأن إحنا بالتالي راح تكون عمليتنا التدريبية محتمدة على التدعيم والمكافآت فضروجة جدا أعرف المعززات بالنسبة للطفل يعني الأشياء اللي يحبها والأشياء اللي ما يحبها لأن هاي راح تفيدني بعملية التدخل وتفيدني شون أطور الطفل وشون الطفل يدفع على مياه من خلال الأشياء اللي يحبها الخطوة الثانية اللي هي التقييم التقييم هو عملية مستمرة ويعتبر جزء أساسي من كل خطة فردية بالنسبة للطفل التوحدي ليش لأن راح يبيني الاحتياجات الحقيقية والفعلية للطفل التوحدي راح يبيني نقاط قوته ونقاط ضعفه راح يبيني قدراته هو وين واصل هو شنو مستوى وبالتالي من راح أخلي الخطة من راح أخلي الأهداف ما عنطي أهداف أعلى من مستوى وبالتالي راح يصير استنزاف للجهد والطاقة ولا أقل من مستوى بحيث راح يصير استنزاف للوقت لأنه هو أصل هاي المهارة يعرفها وأنا مجرد دا أمشي بالوقت ودا أنطي أقل من قدراته فضرورة جدا أعرف قدراته اللي وراها هنا راح من بعد ما حددت قدراته وشنو مستوى وبدأت أضع الأهداف هنا راح أبجي أن نفد الأهداف ورا ما نفدت الأهداف ورا فترة معينة أعمم هذه الأهداف ضرورة جدا الأهداف تتعمم للطفل التوحدي تعميم بيئات تعميم وسائل تعميم أشخاص إلى آخره من التعميمات تعميم الأهداف موسيقى